رفضت البرازيل ليلة الاثنين الثلاثاء مساعدة دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون على ما أعلن كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي جايير بولتونارو داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاهتمام ببلاده ومستعمراته وجاء ذلك ردنا على وعد قطعته مجموعة السبع في اليوم الأخير من قمتها في بياريتس بجنوب غربي فرنسا بتخصيص 20 مليون دولار كجراء طارئ لإرسال طائرات من أجل إخماد الحرائق الهائلة المشتعلة في غابات الامازون البرازيلية وإضافة إلى إرسال طائرات تعتزم فرنسا تقديم دعم عسكري من قواتها المنتشرة في جويانا كما اتفقت الدول السبع على دعم خطة إعادة تجيير على مستوى الأمم المتحدة وسيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نهاية أيلول سبتمبر وأكد وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيديو إيسيلفا أن حرائق الامازون تحت السيطرة مع نشر أكثر من 2500 عسكري وهطول أمطار في غرب الامازون على حد قوله وقبلت البرازيل مساعدة إسرائيل التي عرضت إرسال طائرة كما يعول الوزير على مساعدة تشيلي والإيكوادور التي عرضتها تقديم دعم مادي وبشري ترجمة نانسي قنقر